في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تدوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي والذي دعى خلاله قيام ضابط شرطة بالاعتذاء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقع والذي تبين أنه استعانى بالشخص الذي دعى بأنه ضابط شرطة وهو يحمل جنسية إحدى الدول العربية وذلك للانتقام من زوج شقيقته المعتدى عليه بمقطع الفيديو وذلك لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقاته عرفيا وقيامه بابتزازها وقام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتشهير به وأن الإخواني الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو قام بالإدعاء الكاذب بأن المذكورة ضابط شرطة مصرية رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج الشائعات الكاذبة وتمتخذ الإجراءات القانونية